الأول من أيلول موعد جديد قرته وزارة التربية لإجراء الامتحانات الوزارية للسادس الإعدادي بدلا من الثامن من شهر آب وتكون مراكز الامتحانات للطلبة الذكور في الكليات أما الطالبات فستحدد لهن مراكز امتحانية قريبة من محل سكنهن مع مراعاة شروط الوقاية الصحية هذا العام وزارة التربية أعطت حرية للجان الفرعية بالمحافظات أنه تختار مناطق قريبة للطلاب في بغداد قد تكون المشكلة أخف طبعا جهزنا مراكز امتحانية في مناطق النهروان في مجمع بسمائة فرح يكون طالباتنا البنات حصرا في منطقة بسمائة داخل المدينة السكنية وأيضا في مناطق أطراف بغداد شرق بغداد ستكون مراكز امتحانية للبنات ضمن المناطق تقريبا قريبة إلى محل سكنهم طلبتنا الأولاد سيكون امتحانا في جامعات محددة تمديد موعد الامتحانات للصفوف المنتهية في المرحلة الاعدادية لاقا ترحيبا من قبل نقابة المعلمين التي أكدت أن التأجيل يفسح المجال أمام الطلبة لمراجعة المواد المقررة في الانتحانات فضلا عن وقاية الطلبة من حرارة الصيف الملتهبة رب ضار نافع التأخير والتأجيل للمرة الأخيرة على موعد واحد تسعة بكل تأكيد أنه سيدنا فرصة أكثر للذين لم يكملوا المنهج بالنسبة لطلبتنا ولو أن ما لم يكمل المنهج داخل المدرسة لن ينفعه الانترنت ولن ينفعه اليوتيوب لأن كثيرا من المدارسنا لم يدخل الطالب إلى الصف الدراسي مرة أخرى وزارة التربية تؤجل الامتحانات للصفوف المنتهية في مرحلة الاعدادية وتؤكد أن هذا التأجيل جاء استجابة لرغبات بعض الطلبة ثامرة الشمري العراقية الإخبارية بغداد